كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد لانهيان وزير الخارجية ومعالي ياسو تشومي نيشون مورو وزير الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني التعاون المشترك وشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في كافة المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة واستعرض سموه ومعالي ياسو تشومي نيشون مورو خلال اللقاء الذي عقد في توكيو الفرص الواعدة لتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية خاصة مع حرص البلدين على استثمار شراكتهما لتحقيق التنوع الاقتصادي الداعم لمسارات التنمية المستدامة وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان خلال اللقاء بتطور وتنامي تعاون استراتيجي بين البلدين في عدة قطاعات وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان مؤكدا تطلع اليابان بدعم ورعاية من قياة تتهما على مواصلة العمل المشترك وتعاون البناء في كافة المجالات الحيوية بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية